بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة المتوسطة لصفوف التربية الفكرية الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس إثراءات بمعنى أننا سنقوم بمراجعة جميع الدروس التي ترولناها خلال هذا الفصل الدراسي معكم إلهام الهوش قوانين التعلم الإلكتروني قوانين الصف هي ننظر جيدا إلى الدرس آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة درس اليوم بعنوان إثراءات كما قلنا سابقا بأننا سنقوم بمراجعة جميع الدروس التي تناولناها خلال هذا الفصل وسنستعرض بعض التمارين الموجودة في هذه الدروس لذلك نفتح الدرس الأول من يتذكر ماذا تعني كلمة الدرس الأول بعنوان تناولنا هذا الدرس لمرات عديدة وتعرفنا على بعض العبارات مثل ماذا تسمى هذه العبارات؟ عبارات ماذا؟ التحية great job إذن كلمة greeting تعني التحية رائعين يا طلابي في هذا الفصل تعرفنا على تحية جديدة وهي good morning repeat after me good morning good morning good morning great job من يتذكر ماذا تعني good morning متى نقول هذه التحية؟ في الصباح at the morning أم في المساء at the evening good morning متى تستخدم؟ at the morning or at the evening for the morning great job طب إذا نصل عبارة good morning مع الصورة الصحيحة great job أحسنتم يا طلابي listen to is numbers الدرس الثاني بعنوان numbers من يتذكر ماذا تعني كلمة numbers number one number two number three number four five six seven eight الأعداد أو الأرقام إجابات رائعة نفتح الكتب على التمرين الثاني practice number two practice number two سبقوا أن تعرفنا على الأرقام أو الأعداد حتى number four fourteen excellent نفتح الكتب على التمرين الثاني practice number two match ماذا تعني كلمة match 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 تعني نصل أحسنتم نصل ماذا وماذا الأرقام بالمجموعات المناسبة so let's count لنعد معا المجموعة الأولى one two بصوت عالي three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fourteen where is number fourteen number fourteen سبقوا أن تناولنا هذا الدرس great job this is number fourteen المجموعة التالية one two three four five six seven بصوت أعلى eight excellent nine ten eleven ما هو العدد الذي يلي number eleven twelve excellent thirteen great job where is number thirteen excellent excellent رائعين يا ضلابي ممتازين هل انتهينا من هذا النشاط good job lesson three is letters الدرس الثالث بعنوان letters من يتذكر ماذا تعني كلمة letters letter a letter b letter c excellent 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 الأحرف أو الحروف تعرفنا على letter letter g تعرفنا على capital letter g and small letter g نتذكر معا كيف نكتب letter g سبق وأن تعلمنا طريقة كتابة letter g is this the capital or small letter g capital excellent نكتب small letter letter ماذا g great job بهذه الطريقة نكتب letter g excellent practice number four التمرين الرابع write the missing letter نكتب الحرف الناقص تعرفنا على كلمات تبدأ ب letter g مثل ماذا من يتذكر قلنا بأن letter g في بداية الكلمة تنطق k k تشبه كلمات girl repeat after me girl girl أحسنتم girl ماذا تعني كلمة girl هل تعني ولد أم بنت بنت أحسنتم ننظر للتمرين الرابع ونكتب الحرف الناقص write the missing letter كلمة girl تبدأ ب letter g أحسنتم إذا نكتب letter g letter g girl lesson four is my city الدرس الرابع بعنوان my city من يتذكر ماذا تعني كلمة city my city is رياض what is your city my city is رياض what is your city مدينة أحسنتم حين أقول my city مدينة great job نفتح الكتب على التمرين الثاني practice number two نحاول أن نقرأ الكلمات الكلمة الأولى mosque الكلمة الثانية supermarket ماذا تعني كلمة mosque ماذا تعني كلمة mosque ننظر إلى هذه الصورة ماذا نشاهد في هذه الصورة ماذا نشاهد في هذه الصورة المصلين أحسنتم where are they ما هو هذا المكان ما هو هذا المكان هل هو مركز تسوق no ماذا يسمى المسجد باللغة الإنجليزية mosque repeat after me mosque mosque great job ننظر إلى الصورة الثانية الكلمة هي supermarket ماذا تعني supermarket ماذا تعني supermarket تعني ننظر للصورة مركز ماذا مركز التسوق أحسنتم repeat after me supermarket 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 great job great job ننظر ننظر للتمرين الكلمة الأولى هي mosque where is the mosque where is the mosque excellent this is the mosque الكلمة الثانية supermarket where is the supermarket أحسنتم يا طلابي great job lesson five is my house ماذا تعني كلمة house house تناولنا هذا الدرس الأسبوع الماضي house بيت أو منزل إجابات رائعة وحين أقول my house my house بيتي أو منزلي في الماضي تعرفنا على بعض هرف المنزل مثل living room bed room وفي هذا الفصل تعرفنا على مكان جديد في المنزل من يتذكر ما هو هذا المكان kitchen repeat after me kitchen 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 ماذا تعني كلمة kitchen المطبخ great job إذن نفتح على الدرس الخامس التمرين الرابع practice number four circle the kitchen circle the kitchen ماذا تعني circle نضع دائرة where is the kitchen great job this is the kitchen نضع دائرة بهذا الشكل أحسنتم يا طلاب your recommendations أو التوصيات do your homework نحل الواجب المنزلي لماذا سيكون الواجب المنزلي في درس الإثراءات لا بد من أن نقوم بمراجعة جميع التمرين في الدروس الماضية هذه المراجعة هذه المراجعة لا تكفي لإتقان جميع المهارات في هذا المقرر لا بد من مراجعة جميع التمرين في جميع الدروس ونتأكد مما إذا كانت لدينا بعض الأسئلة practice كيف نتدرب على درس الإثراءات نتدرب على إلقاء التحية باللغاء الإنجليزية good morning وعلى العد حتى number four ten great job ماذا أيضا؟ الأحرف ما هو الحرف الذي تناولنا في هذا الفصل letter g نتعرف على letter g الفرق بين capital letter g and small letter g وبعض الكلمات التي تبدأ ب letter g نتعرف على بعض الأماكن في المدينة super market mosque ماذا أيضا؟ kitchen great job ننطق ونتعرف على طريقة النطق الصحيحة للكلمات وكتابة هذه الكلمات أيضا listen to an English language نستمع دائما إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم كان إثراءات بمعنى أننا قمنا بمراجعة الدروس الماضية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته